اشتركوا في القناة واضافت الصحيفة ان ادارة ليفربول ستقدم عرضا نهائيا لصلاح ووكيل اعماله رامي عباس من اجل حسم التجديد لصلاح وان عرض ليفربول لن يتجاوز 300000 جنيه استرليني اسبوعيا ليكون صلاح الاعلى راتبا في الفريق متفوقا على فاندي من جانب اخر اكدت شبكة 90 من نقلا عن مصادرها في ليفربول ان المفاوضات بين الطرفين لا تزال معقدة ومتبعدة رغم استئنافها مؤخرا بعد توقف في ديسمبر 2021 واضافت ان ليفربول يرغب في جعل محمد صلاح الاعلى اجرا في النادي لكنهم مترددون في ذلك حيث يتقاض فانديك راتب 250000 جنيه استرليني كاعلى اللاعبين اجرا لكن محمد صلاح يريد 400000 استرليني اسبوعيا واوضحت الصحيفة ان ليفربول ينوي زيادة عرضه ليحصل محمد صلاح على راتب اعلى من 300000 جنيه استرليني بينما يريد صلاح 400000 جنيه استرليني وما تزال المفاوضات سارية مما يمنح الامل في تجديد العقل فيما اكد موقع سنديورلد ان النادي الانجليزي سيقدم عرضا اخيرا لمحمد صلاح من اجل تجديد تعاقده واوضح الموقع ان العرض الجديد لن تزيد قيمة الراتب فيه عن 300000 جنيه استرليني اسبوعيا ليكون قريبا من الهولندي فانديك الاعلى اجرا في ليفربول واكد الموقع ان ليفربول سيعمل على ترضية صلاح من خلال وضع بعض المكافآت الاضافية التي تتعلق بانتصارات الفريق وانجازاته بينما قال الحساب الخاص بموقع انفيلد واتش المختص بمتابعة اخبار نادي ليفربول ان صلاح سيحصل على راتب اسبوعي قيمته 400000 جنيه استرليني جادير بالذكر ان صلاح انتقل الى ليفربول قادما من فريق روما الايطالي في صيف 2017 في صفقة قدرت ب34 مليون جنيه استرليني اشتركوا في صفقة قبل DOT abel و büyمانا